استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله في قصر سموه بالرميلة سعادة ناصر ليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والوفد المرافق له الفائز بجوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس الشقيقة نعم مشاهدين الكرام واستمع سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله إلى شرح تفصيلي حول بشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في هذا الحدث الكبير والجوائز المستحقة للبرامج والأعمال التي شاركت فيه تفاصيل هذا اللقاء سنتعرف عليها مع ضيفناك للستوديو الأستاذ محمود ربيعي وهو مدير إذاعة الفجيرة FM أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفت ونورت الله يحليك الله يسلمك طبعا في البداية داريت لو تخبرنا عن تفاصيل اللقاء مع سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة حفظها الله نعم خلينا نبدأ من البداية خلاص طبعا بلغنا سعادة الأستاذ ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن سيكون لنا شرف اللقاء بصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة الحقيقة من وقت ما بلغنا سعادة في الأستاذ ناصر وفي إحساس بالفرحة والسعادة وشعور بالتقدير والتكريم كبير جدا سواء مني أو من فريق العمل في الإزاعة اللي بمجرد ما بلغتهم لقيت نفس المشاعر الحقيقة ومش بس الفريق اللي شارك ببرامجه في المهرجان تعارب يعني ممكن نشارك ببرنامجين بقية الفريق ممكن يكون ما شاركش بي ولكن الجميع كان في حالة من الفرحة والسعادة شعور مهم علي يعني شعور كبير بالنسبة لك وبالنسبة لأي حد بيعمل في هذا المجال لما يلاقي التكريم بهذا الحجم يعني فمما بلغنا من وقت ما بلغنا إلى أن تمت الجلسة الكريمة مع صاحب السمو الشيخ حمد الله يحفظه ومن بعد الجلسة والمشاعر يعني لا توصب الحقيقة هو تكريم ثاني غير الجوائز صحيح بخر تاني أكيد جدا جدا مزبوط رائع يعني أستاذ محمود لو نتحدث عن النقاط اللي تم تطرق إليها ومناقشتها مع سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة لفجيرة حفظه الله كلمنا أكثر عن أهم هذه النقاط والمواضيع مزبوط طبعا خلال هذه الجلسة صاحب السمو الشيخ حمد الله يحفظه استمع إلى شرح مفصل للمشاركة في المهرجان من بداية اختيار البرامج للكواليس الخاصة بالمهرجان لعدد المشاركين سواء هيئات إعلامية أو إعلاميين وكمان وصف للبرامج اللي شاركنا بيها كمان شرحنا لصاحب السمو والله يحفظه تفاصيل اللي احنا اخترنا على أساسها البرامج والموضوعات اللي قدمنا فيها في المهرجان وقد إيه كان فيه نسبة مشاركة كبيرة جدا من مؤسسات إعلامية ومن إعلاميين ومن تفاصيل كتير خلال المهرجان هذا العام كمان طبعا تابع مع سعادة الأستاذ ناصر تفاصيل العمل في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والجهات التابعة عليها فالحقيقة كانت جلسة إيجابية جدا وكنا سعداء جدا في هذه الجلسة نعطيكم العافية طيب سيد محمول فيما يخص هذا اللقاء حقيقة كيف سيساهم اللقاء بسيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العلا حاكم إمارة الفجيرة حفظها الله وأيضا سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظها الله في المحافظة على النسق بل والتطوير أيضا في برامجكم برامج الأخرى من خلال إذاعة الفجيرة أفا تمام أنا عايز أشكركم على السؤال ده الأول لأنه هو أصاب الهدف الحقيقي الله يسلم لأنه هو ده الشعور اللي أنت بتحس به بعد جلسة مثل هذه الجلسات الكريمة يعني أنه أنت بتبقى أمام مسؤولية كبيرة وشعور بالحماس أنك أنت تقدم محتوى أفضل وبرامج أفضل يعني كل ما تشوف هذا الدعم والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن حمد الشرقي الله يحفظه ومن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد الله يحفظه يعني بتنظر أنه أنت أمام مسؤولية كبيرة جدا إزاي تحافظ على هذا النجاح وإزاي كمان تقدم أكتر يعني المحافظة بحد ذاتها مش هدف الهدف أنك أنت تقدم أكتر لو شاركت السنة دي في مهرجان وحصلت على جايزتين فالسنة الجاي محتاجة تشارك ببرامج أكتر تحقق جوائز أكتر تحقق نجاح أكبر من اللي أنت حققته السنة فالحقيقة هي مسؤولية كبيرة وإن شاء الله بإذن الله السنين القادمة نحقق أكتر ونقدم نجاحات أكتر بإذن الله إن شاء الله يعني أستاذ محمود ما شاء الله أنت حصلتوا على المركز الأول بما يخص برنامج بيتامين برنامج هو برنامج صحي وأيضاً توعوي والمركز الثاني على برنامج بيئتنا أمانة مزبوط كيف تشوف المسؤولية صارت عليكم أكتر عشان تحققون مزيد من النجاحات والاستمرارية في إذاعة المجارات صحيح المسؤولية كبيرة جداً زي ما ذكرنا من شوية لأن إحنا قدمنا البرامج في النسخة الحالية من المهرجان حاولنا نقدمها في زوايا مختلفة يعني يمكننا تكلمنا قبل كده فيتامين كان برنامج صحة أسرية نقدر نقدمه من خلال لقاء مع دكتور نقدر نقدمه من خلال إحصائيات نقدمه بطرق مختلفة وزوايا مختلفة كمان للمحتوى لكن احنا اخترنا أن نشوف زوايا مختلفة في البرنامج الخاص بالصحة الأسرية من خلال تقديم محتوى لي علاقة بالفيتامينات بالمعادن من خلال دراسات وكمان لقاءات مع الدكاترة أو المختصين في هذا الأمر حقيقة كان من إعداد زميلتنا أنس الشلدي وإخراج تامير الأمري كمان البرنامج الآخر وهو بيقاتنا أمانة هو زوايا مختلفة كليا عن البرامج لأننا قدمناه في طابع درامي قدمناه محتوى من خلال مزيعين الإزاعة وفريق عمل الإزاعة تأليفا وإخراجا نحاول نتناول موضوع عن الماء بشكل مختلف فالحقيقة زي ما ذكرنا أنه مسؤولية كبيرة قدمت زوايا مختلفة للبرامج بتاعتك مطالب السنين القادمة أنك تبدع أكتر تقدم محتوى مختلف أكتر مزبوط فإن شاء الله نحاول نفسه بذلك بإذن الله أنتوا جدها أستاذ محمود وإحنا عارفين وواثقين بأنكم إن شاء الله دائما إحنا فريق واحد الله يسلم الروح لبرامج الثاني برامج من القلب والتي فازت فيه طبعا إذاعة القرآن الكريم بالمركز الثاني كلمنا أستاذ محمود عن هذا البرامج يمكن إحنا شاركنا السنة دي سواء إزاعة الفجيرة أو إزاعة زايد القرآن الكريم كلهم ببرامجه في المهرجان العربي الإزاعة والتلفزيون في زونس كان من ضمن المشاركات إزاعة زايد للقرآن الكريم ويمكن المهرجان هو اللي بيحدد لك الموضوعات اللي تشارك بيها كمان علي يعني أنت مش بتختار من برامجك وبس هو بيحدد كل سنة موضوعات معينة أنت تبحث في المحتوى بتاعك بما يتناسب مع هذه الموضوعات فكان من ضمن الموضوعات الموضوعات الاجتماعية بر الوالدين فإزاعة زايد للقرآن الكريم قدمت برنامج من القلب تحت إشراف طبعا دكتور حكمة زريقات مدير إزاعة زايد وإخراج محمد صادق وتقديم وإعداد محمد عبد الله فبالتالي البرنامج كان مقدم نقاسك واقل عبد الله جديدا عشان برضو حقه الأدب يعني فالبرنامج الحياة كان مميز جدا والحمد لله برضو حصل على جهز الحمد لله ما شاء الله عليكم يعني مش غريبة صراحة عليكم هذه الجهود في إذاعة الفجيرة طيب أستاذ محمود دمر تعرف شوية معاك عن الكواليس مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس الشقيقة كيف كانت؟ تمام يمكن السنة دي زي ما ذكرنا أنه كانت نسخة مختلفة من المهرجان جلسنا مع سعادة المهندس عبد الرحيم سليمان هو مدير التحاد العربي للإذاعة والتلفزيون ذكر لنا أنه السنة دي هي الأكثر مشاركة في تاريخ المهرجان يعني في الجانب الإذاعة تحديدا أنت عندك أكثر من 142 عمل إذاعي بيشارك في هذا المهرجان من دول مختلفة من فئات مختلفة فبالتالي المشاركة السنة دي كانت كبيرة جدا حتى من ناحية دولية كان فيه عدد كبير من الدول مشاركة في المهرجان السنة دي والمؤسسات الإعلامية المختلفة وإعلاميين وفنانين فالمشاركة كانت كبيرة جدا يمكن تحقيق الفوز في هذه النسخة ليه كمان طبع طعم ثاني مختلف وطعم مختلف الحقيقة في ظل وجود مشاركة كبيرة ومنافسة كبيرة بيكون طعم أفضل بكتير الطعم كان هذا من خلال طبخة نعم وأنا يسأل عن سر هذا الطبخة سر النجاح لو جينا نتكلم تعالي ناخدها خطوات الخطوة الأولى طبعا زي ما ذكرنا في البداية أنت بتجد دعم ورعاية لا محدود من صاحب السمو الحاكم الله يحفظه ومن سمو الشيخ محمد ولي العهد الله يحفظه فبالتالي ده الأساس لأي نجاح أنت تقدر تحققه لو نظرنا إلى الجانب التنفيذي فهنجد أنه وجود سعادة الأستاذ ناصر الجماحي مدير الهيئة مع فريق العمل بشكل عامل اللي أحبب أشكرهم في هذه النقطة تحديدا أنه فيه زي ما ذكرت قبل كده خليط نحل تشتغل يعني بتلاقي العمل الإزاعي اللي بيتقدم في الإزاعة سواء دراما أو برنامج ممكن تلاقي أكتر من حد مشارك فيه فريق العمل كله الحقيقة أنا بشكره في اللحظة دي على دورهم وعلى مجهودهم اللي عملوه لأنه زي ما ذكرت لك أكتر يعني بيئتنا أمانة مشارك فيه تقريبا ستة أفراد من الإزاع أو خمس أفراد من الإزاع فبالتالي أنت بتجد أنه العمل يشمل الجميع يشارك فيه الجميع ويسعد بنجاحه الجميع حتى اللي مشاركش فيه جميل يعني خليطة مروح العمل تفضل عليك اللي ذكرت سابقا عنهم أنه فعلا خليط نحل وهم أنا لم أقصد تشبيه ولكن أنا قصدت تأكيد أمانة بأن إذاعة الفجيرة أفهم خلية نحل فعلا شكرا ناس جدا مشتهدين وعلى رأسهم قد أقول سعارة ناصر اليماحي مدير التنفيذي لهيئة الفجيرة الثقافة والإعلام برعايته والاهتمام بأدق وأصغر التفاصيل في هذه البرامج والتي تكللت بالنجاح فكلمة شكر صراحة قليلة في حقكم أفكر فيكم أكيد نحن في النهاية كنا واحد كنا نصب في مصلحة الإعلام الإماراتي أكيد وما شاء الله يعني أستاذ محمود متدائما متميزين في هذه البرامج وهذا الفوز نعتبره للكل أكيد فيها إذاعة الفجيرة للثقافة والإعلام خلينا نتحدث عن شو هي برامجكم إن شاء الله اليديدة مخططاتكم المستقبلية في المراحل المقبلة في إذاعة الإجراء أفهم نعم نعم زي ما ذكرنا من بداية إن إحنا أمام مسئولية دلوقتي لما بتحقق نجاح صحيح إنتوا عارفين بتحقق نجاح بتتحطوا قدام مسئولية أكبر إنت هتقدم إيه فيما هو القادة فبالتالي إحنا خلصنا يمكن الجلسة مع صاحب السنوء الحاكم الله يحفظه وبتدلنا نفكر إحنا هنقدم إيه في الفترة اللي جاية سواء دورات برامجية جديدة سواء مع العودة للمدارس وبداية موسم المدارس أو القرب من رمضان عايزة أقول لك إحنا من دلوقتي بنفكر في رمضان ما شاء الله الأعمال الدرامية طبعا عشان بتتعمل داخل الإزاعة تأليفا وإفراجا وغيره فبتأخذ وقت كبير جدا فإحنا يعني بدنا نفكر جديا سواء فقرات جديدة في الإزاعة برامج جديدة في الإزاعة للدورات القادمة وتحديدا لرمضان أتمنى إحنا نقدمه إن شاء الله يعجبكم ويجب كل المستمعين إن شاء الله نقدم حقها مميزة إن شاء الله دائما متميزين ما شاء الله عليكم أستاذ محمود نتمنى لكم كل التوفيق ونبارك لكم أكيد بهذه الجوائز بهذا الفوز نحن فخررين فيكم إن شاء الله تستمروا وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر نورتنا أكيد أستاذ محمود ربيعي مدير إذاعة لبجير أفم شكرا لكم يطيك العافية شكرا جزيك نورتنا أستاذ يطيك العافية